حلقة النهاردة ما فيهاش حرق الاحداث فيلم هيتمانز وايفز بادي جارد بس ممكن يكون فيها حرق الاحداث الجزء الاول ده هيتمانز بادي جارد ولو حضراتكم زهقتون من تكرار الجملة دي في بداية كل مراجعة ما تلموش عليها ولكن لهموا على صناعات السينما اللي كلها بقيت اجزاء اضافية من افلام قديمة وكل فين وفين لما بيظهر فيلم جديد وفي الاغلب بعدها بسنتين بنكتشف انه كان بداية لسلسلة هنفضل نراجع في اجزائها الجديدة بدون حرق مع حرية حرقة في احداث الاجزاء القديمة هحي مش مصدق ان انا قلت كل ده من غير تقطيع جامد مؤنة برضو العدسة دي عايزة تتنظف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جيدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو هيتمانز وايفس بادي جارد وده الجزء التاني لفيلم ده هيتمانز بادي جارد اللي اتعرض وراجعته بالفعل لسنة 2017 الفيلم ده كمان مخصص للعرض السينمائي فقط وانا مبسوط جدا ان العجلة دي ابتدت دور احداث الفيلم بتدور عن الحارس الشخصي المحترف مايكل برايس اللي لسه بيعاني بسبب خسارة رخصته ومكانته داخل عالم الحراسة الشخصية فبيقرر ياخد اجازة عشان يبطل يفكر في الموضوع ولكن سونيا كينكيد بتقتحم اجازته وبتطلب منه انه يساعدها عشان تسترجع جزها المخطوف داريس كينكيد ومغامرتهم دي بتقود لمغامرة اخرى لما الثلاثي بيتورط في اعتراض خطة ارهابية وبيبقى مطلوب منهم انهم يوقفوا اريستوطل بابادوبلوس اللي بيخطط لضمار شامل في كل انحاء اوروبا فيا ترى ايه اللي حيحصل من المميزات الكبرى في الجزء الاول ده هيتمانز بادي جارد هي التوازن ما بين الكوميديا والجدية النسبية ده ساهم بشدة في ان الكوميديا تكون فعالة والسبب الرئيسي في ده هو التباين اللي كان بيخلي الكوميديا غير متوقعة لانها ممكن في اي لحظة تقتحم مشهد جاد والنمط ده كانت بتكسره حاجة واحدة بس وهي الجدية المفرطة للجانب الشرير بس عموما المرة دي الامور مختلفة لان كل حاجة بتحصل في الفيلم مجرد نكتة مفيش جانب جاد في اي حاجة حبكتنا كلها عبارة عن نكتة كبيرة اصلا نكتة انا شخصيا نستها لما اخرجت من الفيلم والثلاثي بتاعنا عمالي انتقل من موقف غريب لموقف اغرب زوجين بتاعنا بيصمموا ان هدفهم الوحيد هو انهم يقضوا شهر عسل جديد ومايكل برايس ببساطة مسحوب وراهم وجارر ورا معاناته الوظيفية والنفسية ومعاناته دي بيضاف لها معاناة جديدة مع كل موقف وهو انه بيتحمل النتائج المؤلمة تقريبا لوحده فيه طبعا جوانب جادة للمعاناة بتاعت كل الشخصيات بس ما بيتمش استكشافها باي درجة من درجات الجدية مش زي الجزء الاول على الاقل طب هل دا ساعد في الكوميديا؟ للأسف لا ببساطة لان المرة دي مفيش تباين كل مشهد عبارة عن محاولة جديدة لإضحاق المشاهد وكل محاولة كانت متوقعة جدا لان كل محاولة كوميدية كانت عبارة عن نسخة جديدة من محاولة كوميدية تقدمت في الجزء الاول نفس النمط نفس الاسلوب وفي بعض الاحيان نفس الجمل حتى مشاهد الفلاشباك المبالغ فيها بدت كما لو كانت اداة مستهلكة وجانب الاكشن للأسف كان افقر مشاهده كانت اقل وزمنا كانت اقصر والتعائدات اللي جواها في تصميم الحركة ولحظات الاشتباكات كانت ابسط بكتير الشيء المنعش فعلا كان سلم حايق اللي خدنا فكرة عن اللي ممكن تعمله في ظهورها العابر في الجزء الاول والمرة دي بترجع بدور كامل محمل باكبر قدر من الكوميديا السفلة اللي ممكن اكون اتفرقت عليها في اخر عشر سنين مثلا مش بعيد مؤسسات الفيمينزم تكون بتفتح تحقيق دلوقتي في الدور ده وزمانهم متلخبطين مش عارفين اللي حصل ده شيء كويس ولا شيء وحش ولا ايه بالضبط بس من الجانب السينمائي قطر فيه البحث هو بصراحة كان بيدحك عندنا كمان ظهور قصير لفرانك جريلو في تقديري الشخصي هو صاحب المساهمات الكوميدية الانجح في الفيلم كله وان كان ظهوره في الفيلم غير متوازن على الاطلاق عندنا كمان ظهور شرفي لمورجن فريمن كان ظريف بس معلمش معايا خالص وعندنا انتونيو بانديرس ممثلا لجانب الشر وعلى ما يبدو شرير الفيلم المرادي في حد الدال وفكرة اننا في فيلم كوميدي هو مساهمش قوي في الكوميديا بس برضو ما كانش هواخد الامور على قلبه اكتر من اللازم هيتمانز وايفز بادي جارد فيلم مسلي وبيضحك بس زي ما يكون كده شغال على بطاريات فضية رايان رينولدز مازال ممتع كعدته يعني وكذلك ساميول جاكسون وكذلك التناغم ما بين الكنين بس المواد بتاعت العالم ده سواء الجادة او الكوميدية نشفت بسرعة قوي والاضافة المستمرة لشخصيات جديدة مش هو اللي حيبعث فيها الحياة خصوصا وان كل العناصر التانية عمالة تزود في الكسل تقييمي لفيلم هيتمانز وايفز بادي جارد هو ستة ونص من عشرة عندكم مشهد في نص تترات النهاية ما هواش جامد قوي ومشهد تاني اصير جدا بعد تترات النهاية حقيقي جامد فاستنوهم لو تحبوا مناقشة الحلقة ايه رأيكم في رايان رينولدز وتفتكروا ان هو ممكن ينجح في يوم من الايام لو قدم اي حاجة غير النسخ المختلفة بتاعدات بول ولا لا ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي